غادر الكاتب والناقد الأدبي البريطاني والمناضل العالمي جونبرغر ساحات النضال من أجل عالم أفضل ثابتا على مبادئه وقضاياه التي وجه فيها أعتى وأشرس الحمالات وتشكيك بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أدان الاستهانة بالأمم والثقافات ووصف الغزوة بأنه ليل الحضارة زار الراحل رامالله وكتب نصا بعنوان كذلك كان تعبير عينيها تحدث فيه عن العذاب الذي يلاقه الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وينقل عنه أصدقاء له أنه وصف صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني باليأس الذي لا يهزم كاتب موسوعي قيل عنه إنه من الكتب الأكثر نفوذا في العالم خاض في الرواية والنقد الأدبي درس الموسيقى والرسم وكان له لوحة سمها جارنيكا قانا يدين فيها مجزرة قانا الإسرائيلية بحق المدنيين اللبنانيين يرثيه صديقه الكاتب فواز ترابلسي بقوله ظل جون بيرجر يكتب ويصور ويناضل حتى الرمق الأخير ضد ما يسميه هزيمة العالم الكبرى في لحظة من حياته ترك جون بيرجر مدينة لندن وتوجه إلى جبال الألب ليعيش في قرية بعيدة حيث عمل هناك في الفلاحة والزراعة وكتب رائعته عن الحياة الفلاحية هو جون بيرجر نصير الإنسانية وعدو الظلم لم يبتعد مرة في نصه وفعله اليومي عن الانتماء للحق والخير والجمال ترجمة نانسي قنقر